هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطار أبهى لم يمضي سوى يومان على استهداف هذا المطار بصاروخاً يقول الحوثيون إنه من طراز كروز فيما لا تزال السلطات السعودية تعكف على دراسة ما تقول إنه مقدوف استهدف صالة الوصول في المطار الذي يستقبل الآلاف من زوار أبهى في الصيف لغرض السياحة خمس طائرات مسيرة من نوع قاصف تو أطلقها الحوثيون في وقت مبكر من يوم الجمعة على مطار أبهى وصطت دعاءات بأن هجماتهم أدت إلى إيقاف الملاحة في هذا المطار وهو نبأ أكده التحالف الذي قال على لسان المتحدث باسمه العقيد تركي المالكي إنه تم اعتراض خمس طائرات مسيرة قبل أن تصل إلى أهدافها في مطار أبهى وقاعدة خميس مشيطة يأتي ذلك فيما هاجمت طائرات التحالف خلال الساعة الماضية مناطق في شمال وغرب العاصمة صنعاء ودمرت وفقاً لبيان للتحالف منشآت عسكرية وصواريخ وأسلحة ومعاملة تصنيع بالإضافة إلى استهداف خبراء جانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوتيين وفقاً لبيان صادر عن التحالف وفي نيويورك أفاد المندوبة السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلم في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن بأن بلاده ستتخذ ومعها تحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة في الوقت المناسب لرادع الهجوم على مطارئبها وكرر المعلم في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن اتهام بلاده لإيران بالاستمرار في تزويد الحوتيين بأسلحة جديدة ومتطورة ودعم وممارسة الإرهاب العابر للحدود واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة شكوى لا تتفق بنظر المراقبين مع الإمكانية العسكرية الهائلة للسعودية ومع السقف المفتوح الذي تحارب في ظله باليمن بذريعة دعم الشرعية ودحر الانقلاب وهم الهدفان الأساسيان الذين تشكل لأجلهم التحالف العربي الذي تقوده الرياض قبل أن تتحول المعارك في اليمن بعد خمس سنوات من الحرب إلى مواجهة جوية تصل إلى حد التكافؤ في الأذى الاستراتيجي وفقا لهؤلاء المراقبين تحول يشير بوضوح تام إلى أن المعركة الدائرة في اليمن تتحول إلى حرب بالوكالة وتبدو أكثر من أي وقت مضى بعيدة جدا عن أولويات الشعب اليمني الذي يرزع تحت هذه الحرب ويتحمل كلفها الباهضة من حياته ومقدراته